نسمع أنه سوف يعد كشف التجنيس القادم وفي قانون مجلس الأمة تجنيس 4000 وكنت أتمنى أن يتم وقف هذا الملف لكن مدام أهمى راح يجنسون يليت يكون للمستحقين المقيمين بصورة غير قانونية من حصاء 65 والذي عدى العمل صالح الفضالة مع رجاله ولا يكون التجنيس وفق أهواء الشوخ وتجار ونواب بل يكون التجنيس للمستحقين اللي انتظروا سنوات طويلة حتى يحصلوا على الجنسية حتى نغلق ملف التجنيس نهائيا يجب أن تكون مصلحة الكويت فوق الجميع